موسيقى مشاهدين الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطف التماس حلقة نناقش الموضوع الأبرز هذه الأيام على مستوى الأندية الأوروبية إقالة ليفربول المداري بريندون روجرز والتعاقد مع الألماني يورغون كلاب نتساءل هل تغيير المدرب هو الحل أم أن المشكلة تكمن في الإدارة ليفربول فريق يتأرجح بين ماضي حافل بالألقاب والصولات الإنجليزية والأوروبية وحاضر مليء بخيبات الأمل والتخبط الإداري والعكم التدريبي هل مشكلة ليفربول تكمن في المدرب أم في الإدارة؟ هل يورغون كلاب الخيار الأنساب لإيقاظ هذا العملاق من صباته العميق؟ هل التألق بالغوندس ليغا يكفي لضمان النجاح في الفريمير ليغا؟ ليفربول بين مطرقة تخبط الإدارة وأزمة التدريب جدل يحسن على خط التماس حقيقة المشكلة التي يعاني منها ليفربول حاليا موضوع حلقة اليوم من برنامج خط التماس جدل كبير بين من يرى تغيير المدرب الحل الأنسب ومن يرى أن المشكلة تكمن في الإدارة جدل لم يستثني رئيس رابضة مشجعي ليفربول في الكويت بادر الدشتي الذي ينضم إلينا من دبي الإماراتية ونائبه مبارك الحسيني الذي ينضم إلينا من العاصمة الكويتية بادر المبارك مرحبا بكم في حلقة اليوم من مرنامج خط التماس مشاهدينا كما هي العادة ببتصويت على حلقة اليوم سيبقى مفتوحا حتى الإعلان أن نهاية الحلقة هو تصويت مباشر النتيجة حتى الآن يلي صالح من يرى أن المشكلة يكمن في الإدارة 68% مقابل 32% الذين يرون أن المشكلة هي مشكلة تدريبية في المقام الأول إذن أرحب بكم من جديد مبارك بادر وكالعادة البداية مع السيد الرئيس بادر التعاقد مع كلوب هل هو خلاص يحل كل المشاكل؟ نتمنى إن شاء الله تنحل كل المشاكل بالتوقيع مع المدرب كلوب التوقيع سيكون منه فائدة كبيرة حق الفريق خصوصا بعد النتائج السيئة التي تعرض لها الفريق لفترة السابقة من قبل براندن روجرس مبارك بالنسبة للموضوع الموضوع الحلقة هو هل المشكلة تكمن مع المدرب أم مع الإدارة؟ أنت تعتقد بأن المشكلة تكمن مع الإدارة؟ ماذا تريد من هذه الإدارة؟ إدارة فريق ليفر بول إدارة ليفر بول وفرت كل شيء للمدرب براندن روجرس للمدرب قبله روي هودسون كذلك كينيدالغليش الإدارة جيدة يعتقد أن الكل يتمنى هذه الإدارة في فريقه أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم أبارك حق كل فربولي توقيع المدرب الكبير يورغان كلاب وأقول الغلط دائما يكون من الإدارة لأن الإدارة هي أساس أي فريق أنت قبل قبل أن الإدارة وفرت كل شيء حق براندن روجرس وهذا الغلط أنه وفرت لكل شيء وفرت لكل شيء بطريق الغلط فأنا أرى أن الأساس الغلطة كلها كانت من الإدارة المدرب لم يكن يتعمل أي شيء لأن المدرب كأسم أو كفكر أو كخبرة أو كجودة مدربين أصغر من أن يدرب فريق مثل ليفربول نعم كلام جميل هذا رأي يعني أخي في بدر نعم البدر بدر هذا الرأي يحترم ورأي مقبول بأن الإدارة هي المشكلة الحقيقية للفريق وليس المدرب أنت تقول بأن المشكلة كانت مع المدرب وهذا السؤال الكل يطرح هذا السؤال ماذا كنتم تتوقعون من مدرب صغير كمدرب بريندرد روجرس مع كامل احترام لهذا المدرب مدرب صغير ماذا كنتم تتوقعون من هذا المدرب والله ما توقعنا منه شيء زين لأنه كان عنده عناصر خذ فريق تقريبا شبه جاهز من داقليش بعد إقالة داقليش خذ فريق جاهز في سواريز لاعبين عندهم ممكانيات كبيرة بس الفريق كاسم مثل ما قال مبارك وايد أعلى من اسم بريندر روجرس إدارة إدارة ليفربول الحالية هي تمتلك أحسن نادي بيسبول في أمريكا من ناحية التطوير ومن ناحية الإنجازات فما أقدر أقطلهم على الإدارة الإدارة وفرت مبالغ كبيرة حق المدرب خلال ثلاث سنوات صارت فوق ثلاثمائة مليون بس ما في أي إنجاز نعم تفضل تفضل المبارك بدر الإدارة أنت تقول الإدارة تملك فريق أفضل فريق في البسبول صح طيب الإدارة لازم تعرفنا الإدارة ما عندها خبرة في كرة الغدم والدليل من أول ما مسكه النادي ما شفنا شيء عن خبرة الحين إحنا بعد ثلاث سنوات بعد خمس سنوات أو أربع سنوات ما أنا متذكر التاريخ بالضبط اليوم شفنا توقيع أورجر كلاب أول خطوة في الطريق الصحيح ثلاث سنوات نص أن ليفربول يرجع ليفربول لناس كلا تعرفها فمن أول يوم للإدارة أثبتت الإدارة أنه ما عندها فكر كروي ما عندها خبرة كروية ممكن تبتلك خبرة في البسبول بس بل تبتلك خبرة في كرة الغدم والدليل الفلوس اللي راحت هذه كلها مع داقلش راحت مع داقلش صرف لتقريبا 100 مليون رجل صرف لـ 300 مليون المصاريف هذه تنصرف على فريق يأخذ دوري وأبطال ما يأخذ ولا لقب إحنا ما حصلهم إلى شيء لنجاز الوحيد أنك تحصل عدل الكلام ممكن بارك بس هم ما نقدر نقط اللون كله على الإدارة الإدارة يا إيه إدارة راح تمسك فريق كرة قدم معارفة ديري الإدارة ارتكبت غلطة أنا يابت هوتسون عقبها يابت داقلش داقلش يابن جاز شالو أعطى بعد سنة شوف شون يسوي داقلش مع نتائجه ليش يبت روجرز فهذه فيه فيه أخطام الإدارة لا لا ما تقرأ تقط اللون كله على الإدارة الإدارة وفرت حق المدير بالجول المناسب الإدارة لا الإدارة ما تلم لما غلط داقلش داقلش صرف 100 مليون سجل فيه في الموسم سجلت بالدوري 47 هدف شون أنا أخلي مدرب صرف 100 مليون أخلي يستمر موسم ثاني ومع الموسم يابلك بطولة يابلك بطولة بالنهاية بس روجرز روجرز يحيث ثلاث سنة وأتصرف لك 300 ما يابلك ولا بطولة ما يابلك رقم أنا أعرف أنا اللي أعرفه أن أي إدارة أو أي شيء أنت تجزم فيه أنه لما تروح أنت معارف ما عندك خبرة أنك تروح حق أفضل شيء موجود في الساحة فأنا لما رح تحق داقلش بعد داقلش أنا غلطت بداقلش بعد داقلش أنا من فرض أن أشوف أفضل اسم أو أفضل يعني أفضل مدرب موجود على الساحة أو أفضل خمس أو ست مدربين وأتعاقد مع واحد منهم ما أروح يمدرب كان يدرب سوانزي وقبل سوانزي واتفورد وقبل واتفورد ريدنك وأروح أسلمى النادي نعم كلام صحيح النادي وراء جمهور نعم مبارك مبارك وهنا توجه لي بذر 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 أبذر مبارك مبارك أنت أكثر واحد كنت تدافع على المدرب صح أو لا لا هناك أنا انخدعت في المدرب انخدعت في المدرب بذر لكن في هذه النقطة مبارك بذر لك هذه النقطة لماذا نحمل المدرب كل هذه المسؤولية وأعطيك بعض الحقائق الشركة فينوي الرياضية التي تملك فريق البيسبول الآن تملك فريق ليفر بول بقيادة جون هنري هذه الشركة معروفة بتسمين ورعاية المواهب قبل بيعها لفرق أخرى كما كان نفس الشيء سيكون مع سيرلينج كان مع سوارز وهناك البعض يشير إلى أن الإدارة تريد فقط أن يصبح فريق ليفر بول فريقا قويا قبل أن تزدد قيمة الأسهم في السوق قبل أن تبيع النادي لملك آخرين شوال لي أو لا حق بدا سؤال لي بدا فلازم أن تبيع لاعبين أساس الدخل المبالغ في هالفترة هذه أساس تقدر تغطي مصاريف البناء صحيح مبارك يعني هذا إن شاء الله نتمني يكون مشروع بس يخلصون البناء وبعدين يستثمرون بالنادي بشكل أكبر كبطولات نعم مبارك علي إدارة ليفر بول إدارة ليفر بول استحوذوا على النادي في 2011 صحيح في 2011 قالوا بعد ثلاث سنين إحنا طموحنا بعد ثلاث سنين نأخذ الدوري طيب إحنا اللي شفناه إنهم ما يريدون يأخذون الدوري والدليل إنه من أول ما مسكوا هما اللاعبين أصحاب الراتب العالية قاعد تمشي بغض النظرة شنو اللاعب كان لاعب ممتاز لاعب سوبر لاعب عادي أي لاعب راتبة فوق تسعين ثمانين ألف بالأسبوع يمشي مش أقر مش رينة مش داوننج مش مكشورد ريغز مش كاوت مش بيلمي هذه لكلها أسامي كانت ممكن تفرق مع رجل لو كانت قاعدة مع الفريق هذه نقطة النقطة المهمة إن الإدارة هذه الأسامي كبيرة بالعمر وصلت أي جنة ما تعطيك زيادة أوكي مو مشكلة بس أنت الحين أنا أعطيك لا تمسك عليه نقطة واحدة سوارز كلنا ندري إن سوارز يبي يمشي ما يبيقعد بليفربول مو كورنة بليفربول ولا استصغار بليفربول لكن هم برغبة تقلع سوارز حين أنا بس خلال أقول لك النقطة هذه الإدارة جددت مع سوارز جددت براتب عالي يفوق المئتين ألف بالأسبوع ترقب سوارز في أنه يقعد لا على أساس أنه بس يوقع على شرط جزائع عالي طيب أنت الحين اللي داره بعت سوارز اللي كنت معطيه راتب عالي وبيعته بالشرط الجزائي اللي المتفق عليه هو 80 مليون باوند طيب أنت المو تبي تدعم مدرب روجرز ليش ما عطيتها عوّفت لها سوارز بلاعب نفس قيمة سوارز يغطي مكارس سوارز رحنا كدسنا لاعبين اهتمينا بال مبارك مبارك الحين الفترة نعم مبارك بدر بدر سأعطيك الكلمة بعد هذا الفصل القصير بدر بدر رجاء لأنه الوقت دائم وقت المخصص الأول بعد الفصل سنوصل الحديد لكن نريد أن نتحدث هذه المرة في الجهة الثانية عن يورغون كلاب ماذا يمكن أن يفعل لفريق ليفر بول وهل الإدارة ستخضع لأوامر ومطالب يورغون كلاب إذن مشاهدين حلقة اليوم نرخص سوالي الموضوع الأبرز على مستوى الأخبار الأندية الأوروبية خبر إقالة ليفر بول للمدارب بريندون روجز والتعاقد مع يورغون كلاب ونتساءل هل أزمة ليفر بول أو مشكلة ليفر بول مع الإدارة أم مع المداربين ألقاكم بعد هذا الفصل القصير بقوا معنا مشاهدين مرحبا بكم مجددا في حلقة اليوم من برنامج خط التماس الموضوع هو موضوع مشاكل ليفر بول وأزمة المدربين وأزمة الإدارة الموضوع حلقة اليوم معي من المدينة دبي الإماراتية رئيس رابطة مشجعي ليفر بول في الكويت بادردشتي ومعنا من العاصمة الكويتية نائب رئيس رابطة المشجعي ليفر بول في الكويت مبارك الحسيني بادر كنت وعدتك قبل نهاية الجزء الأول بأنني سأعود لك بالكلمة في الجزء الثاني الكلمة هي نريد أن نتحدث عن يورجون كلوب أنت ترى أن المشكلة مشكلة ليفر بول هي أزمة في التدريب الآن وقد تعقد الفريق مع مدرب جديد مدرب ألماني يشهد له الكل بإنجازاته في التوري الألماني وكذلك على مستوى أبطال أوروبا باحتلاله المركز الثاني في تشامبينز ليغ هل هذا المدرب قادر على تحقيق الإنجازات مع إدارة ترى أنه من الأفضل التعاقد مع لعبين صغار لعبين موهوبين قبل بيعهم لأندي أخرى إدارة تعتمد على لجنة هي التي تحدد اللاعبين الذين يشتريهم المدرب هل سينجح يورجون كلوب توقع يورجون كلوب حاليا فلالحين مو عارفين شنو التفاصيل العقد ماله فأعتقد أنه من شروط كلوب اللي قيلها أنه له صلاحيات كاملة في التعاقدات والسطاف اللي يختاره أعتقدها مبارك عندنا خبر نيايب واحد من أحسن المدربين في أكاديمية بروسيا دورتمون عساس أنه يكون معاه في الفريق الأول وأعتقد أن يورجون كلوب كمدرسة ألمانية نحتاجها كليفر بول كان عندنا لاعب ألماني ديتمر هامن كان كان مغطي النص كامل عندنا لعب يبنى أمريتشان لاعب نص بس ما قاعد لعب روجرز بنفس المكان فأتوقع اللاعبين اللي موجودين راح يوظفهم بأماكن اللي شوفها يورجون كلوب بحاجتهم في اللعب حماس يورجون كلوب في المباريات والباور اللي يعطيه حق اللاعبين أثناء المباراة والمباراة والمباراة بعد الأهداف وإذا ضيعوا كرة والأعصاب مالتا هذا روح لفربول هذا الفريق يحتاجه نعم إذا ما عندنا هالروح هذه كمدرب يساعد اللاعبين ما راح يكون فريق قوي نعم إذا مباراة كما سمعت من بضر المشكلة هي مشكلة مشكلة مدرب ليس مشكلة إدارة يورجون كلوب مدرب قوي فرض شروطه على الإدارة بريندون روجرز كان مدرب ضعيف ردخ لأوامر الإدارة وفي آخر المطاف أي إدارة أي شركة تملك أي نادي هي تعمل لصالح الشركة هذه أنه شركة استثمارية المشكلة ليست مع الإدارة المشكلة مع شخصية المدرب شخصية المدرب سواروي هودسون أو حتى بريندون روجرز شخصية ضعيفة مقارنة مع يورجون كلوب علي اللي عين روجرز هو كان محتاج شخصية مدرب تكون ضعيف في الشخصية داقلش من أسبابي غالطة أنه كانت شخصية تغوية نحن نرد على نفس الموضوع الخطأ منه اللي عين روجرز من اللي شال داقلش الإدارة الإدارة لما حطت لجنة انتغالات ما تقرأت حاسب المدرب بالتالي لأن لجنة انتغالات اللاعبين اللي تستغطب اللاعبين للفريق لجنة بريندون روجرز عضو فيها فهني من لي أخطأ أنا لما أجي أبي حاسب مدرب أو أحاسب أي شخص داخل نادي ليفربول لازم أنا أعطيه كامل الصلاحيات عشان لما أنا أجي أتحاسب معاه تكون عندها صلاحيات كاملة هذا أول خطأ الخطأ الثاني بريندون روجرز مو كان من الأولى إغالته مع نهاية الموسم ليش أنا أخليه يستمر ويصرف تقريبا 70 و 80 مليون وبعد ثمان مباريات أنا أقيل المدرب ويجيب مدرب جديد كان من الأولى إغالته من الصيف على أساس كلوب كلوب رح يمشي بالفريق كلنا متوقعين أن كلوب إن شاء الله ينجز مع الفريق يعيد ترتيب الصفوف لكن من الأولى إغالة المدرب في الصيف ولل 70 و 80 مليون اللي انصرفت يصرف المدرب اللي رح يكمل إشرافه على الفريق جدا منه شهر 10 11 و 12 ثلاثة شهر هالكلوب رح تكون عنده الأدوات اللازمة أو أن الإدارة نفس الموضوع الإدارة أخطأت وسلمت المدرب اللي قبل كلوب 70 أو 80 مليون هني خطأ ولا مخطأ علي نعم صحيح صحيح خطأ واتوجه في خطأ يتحمل المدرب أكثر نعم هاتوجه لك بالسؤال فقط السؤال بطريقة أخرى علي أعطيك معلومة نعم 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 مبارك علي أعطيك معلومة أعطيك معلومة المعلومة أن بدر ظاهر لأنه رئيس الرابطة فإدافع على الإدارة يخاف أن يشيلونا بعدين فأنا أتوقع سألتذي وإدافع على الإدارة إذن هذا هو سر وشي لك أنت كمان وشي لك أنت كمان بدر لا أنا ما يقدر أشيل أنا ممشكلة أنا إن شاءه وياه بس أمشي عندي فأنا يمشي نعم صحيح بدر بدر لك أنا لازم أسومي الغلاب عليه بدر لك هذا السؤال أنت قلت بتقول بأن المشكلة هي مع المدرب أنا أوافق بعض الشيء أنا أوافق مبارك بأن المشكلة مع الإدارة مع المشكلة مع الإدارة ماذا تتوقع من إدارة أصلا تريد النجاح لنادي تتعاقد مع مدرب روي هودسون من هو روي هودسون تتعاقد مع بريندون روجرز من هو بريندون روجرز لو كانت الإدارة إدارة ما فيها ولا عيب ولا مشكلة كانت من المقام الأول من الأول تتعاقد مع مدرب كبير من هو روي هودسون مدرب فاشل على مستوى الأندية كان يدري بسوانزي سؤالي بضر الإدارة موهلة عقدت مع هودسون الإدارة استولت على النادي وكان هودسون على رأسه هودسون ياب الفترة كان هودسون موجود نعم لكن أبقت عليه مثل ما قال مبارك أبقت عليه أبقت عليه إدارة الفريق ما عندها خبرة كرة قدم أول شي كبداية موسم تفضل بدر كان الرئيس التنفيذي تفضل بدر المدير التنفيذي اللي كان فيها الفترة هذه كان يسوي تعاقدات يعني كان عليها وائد علامات استفهم من رأي هودسون من اللاعبين اللي يابهم حتى لما يدقليش حتى لما يدقليش فيه لاعبين أصر عليهم دقليش بس ما يابول إياهم يعني فيه أخطاء بالبداية من الإدارة بس الإدارة بعد فترة عرفت وحتى الحين لما عطوا روجرز من البداية إنه مسك من أول الدوري لحد الآن للعبة وستهم الفريق كامات شيسين يا لعبة وستهم الريال مو عارف يغير تكتيك بالمبارات نعم ملعب جومز باك شمال جولين من أول شيء زي مورينو ليش ما لعبته خلاص أنت لازم أنت قعد تلعب على الأنفيلد هي وستهم يفوز عليك صحيح صحيح مبارك مبارك يعني أن الإدارة خلت موقف من هذا الموضوع نعم مبارك مبارك أنت الآن تقول بأن الإدارة هي مشكلة فريق ليفربول المشكلة تكمل في الإدارة تخيل هذا السيناريو لو كان فريق ليفربول لو كان ستيفن جيرارد لم يتعطر لم يسقط في المبارة ضد تشيلسي لو كان ليفربول فاس في المبارة ضد تشيلسي وكان فريق ليفربول تووجة باللقب هل كنت ستتواجد الآن معنا في خط التماس تقول بأن المشكلة في الإدارة نعم راح اقول خط التماس لان روجرز في الموسم هذا نافس في 14 لاعب كان عنده 14 لاعب والسبب الاول والاخير كان الادارة الادارة نفس الموسم احنا لو كان لو الادارة في شهر واحد عطت المدرب لاعب او لاعبين ساعدت المدرب او شافت ان الفريق راح يتأهل الابطال وراح ينافس على الدوري لو انها ضافت لاعب او اثنين منه بيه اذا عندك روجرز منه اسم هذا انتوا قاعد قولون انتوا وعلي قاعد قولون ان منه هوتسون ومنه روجرز منه اللاعب السوبر اللي راح ييك انحين ياك يورغون كلوب راح ييك بسوبر فرح تستفيد من الموضوع الاسم المدرب يفيدك علي موضوع محمد صلاح اللي راح تلسي كان ليفربول مخلصين معاه كان في اتفاق على 11 مليون يوم بدأ افتتحت نفذ الانتغالات ليفربول حط على الطاول 7 مليون يعني نزل 4 مليون انا قاعد اقول لك محمد صلاح كنا بيان الكاو اللاعب الاوكراني اللي اير اير راح يخلص الصفقة قاعد هناك 6 ساعات من غير رايسي ولا شي راح ورجع كلها على فرق نص مليون او مليون المبالغ البسيطة هذي تفرق مع الفريق في النهاية انت لما تحصد الدوري تأخذ تعوذ كل اللي تفعته لكن ادارة ليفربول كانت تقاعد تعامل مع الفريق انها تبي النادي يصرف على نفسه بربح مادي بس نعم ولا شي من جابهم نعم مبارك دقيقة دقيقة فقط تبقت لنا على نهاية هذه الحلقة عندي سؤال هو سؤال نفس سؤال لكم انتم من اتنين ابدأ مع مبارك مبارك بالنسبة لكلوب هل تعتقد بانه كما تشير اغنية ليفربول هل سيسير وحيدا كروتجرز وكهودسون ام سيسير رفقة كبار المدربين الذين مروا على فريق نيفربول مبارك سيكون من كبار المدربين باذن الله خصوصا انه عقده ثلاث سنوات غير الموسم هذا والجمهور راح يوقف معاه الجمهور قبل ان يوقع كان في حالة هستيرية فوقع اعتقد الجمهور كله راح يوقف معاه ومنحي البنارات جاهزة كل شي جاهز حق اول مباراة في ملعب تتنهم البدر انا اقول انه راح يتوفق ان شاء الله مع الفريق ومثل ما قالت صحافة الانجليزية كلوب فور دا كوب والخمسة ان شاء الله راح تصير ستة وسبعة وثمانية وان شاء الله والدوري راح يرجع 29 و21 و22 و23 اذا نحض موفق لكم لإدارة ليفربول وللمدربة كلوب وانتمنى ان تحل جميع مشاكل فريق ليفربول حد موفق مع المدرب الجديد يورغون كلوب فقط مبارك بدر اشيل النتيجة النهائية للاستطلاع وحد وحد تسعة وستين يرون ان المشكلة هي مشكلة ادارة وحد وثلاثين فقط يرون ان المشكلة هي مشكلة مدرب اذا شكرا جزيلا لكم كنتم معنا في هذه الحلقة اليوم من برنامج خط التماس اذا مشاهدين هذه كانت الموضوع بخصوص فريق ليفربول ومشاكل فريق ليفربول في الحلقة القادمة من خط التماس نبقى في اوروبا لكن هذه المرة ننتقل من فريق ليفربول الى فريق تشيلسي ونبقى دائما مع معاناة المدربين وضع تشيلسي مع جوزي مورينيو لا يختلف كثيرا عن وضع ليفربول مع بريندون روجرز نتائج سلبية وازمات مفتعلة جعلت الكل يتساءل ما الانسب لتشيلسي بقاء مورينيو ام رحيله جوزي مورينيو البطل العبقري الأسطورة مدرب وضع تشيلسي على خارطة الكرة الانجليزية لكن دوام الحال من المحال قلعة ستانفورد بريج العصية باتت مستباحة من الضعيف قبل القوي أزمات بدأت مع الدكتورة إيفا وتواصلت بهزائم متتالية ذهابا وإيابا ألم تنتهي صلاحية جوزي مورينيو مع تشيلسي؟ هل تشفع له إنجازات الماضي للبقاء بستانفورد بريج؟ ما الانسب لفريق تشيلسي؟ بقاء مورينيو أم رحيله؟ الجدل يحسم على خط التماس